الأمس طرحت سؤال أطرحه اليوم عليكم لأنه حول إلى البرنامج يقول السائل إذا قدرت على الزواج الثاني هل تأثم أو تأثم زوجتي الأولى إذا اعترضت أو افتعلت المشاكل وتركت بيتها إخواننا الإطلاق السؤال بهذا التعميم غير صحيح أنا لا أعطي جواب واحد في كل هذه المسائل وتدرس كل حالة على حدة يعني اعترضت قد تعترض بمعنى أنه هي لا ترضى وما أظن أن هناك زوجة ترضى بزواج ثاني هي حرة ترضى أو لا ترضى لكن هي بالنهاية ستطالبه بالتزامات أو جبها عليه الشرع في العدل في القسمي والمبيت والنفقة وبالتالي يحافظ على الأسرة السابقة أنه والله افتعلت المشاكل هو كل الحالات ويقول لك افتعلت مشاكل لا أخي من نشوف إيش الواقع الذي يجد ممكن تكون حقوق مطالب بالحقوق بعد الزواج الثاني وبعدين تعال قول والله هي افتعلت مشاكل أم أنه هو الذي قصر في بعض حقوقه أو كان مقصر طول السنوات الماضية ومن بعد عندما تزوج يعني للاسف بعضهم يعني كانت تصبر عليه سابقا لم تعد تصبر عليه مثلا مثلا كما هي خلول له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر